موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابناء بناتي طلاب الصف الاول الاعدادي مع مراجعة امتحان شهر مارس اللي هنمتحن ان شاء الله الاسبوع دوت 20-23 للصف الاول الاعدادي هنبدأ مع بعض اسئلتنا النهاردة مراجعة عشان امتحان الشهر ما تنساش تشترك في قناة نفهم دروس مجانية عشان يوصلك كل جديد وفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة بازن الله السؤال الاول بيقول اختر الاجابة الصحيحة من امثلة القوة داخل الانظمة الحية القصور الذاتي ولا النبض والاحتكاك الاجابة هي هتبقى النبض كل مما يأتي من امثلة الحركة الدورية معادة حركة الكتار ولا المروحة ولا بندول الساعة طبعا حركة الكتار حركة انتقالية السؤال اللي بعد كده بيقول الاجهزة الاتية تعمل بتأثير القوى الكهرومغناطيسية ما عادة المغناطيس الكهرابي ولا الدينامو ولا المصباح الكهرابي ولا المحرك الكهرابي والاجابة هي المصباح الكهرابي السؤال اللي بعد كده بيقول تمنع نوة انزلاق الاقدام عند السير القوى الكهرومغناطيسية ولا القوى داخل الانظمة الحية ولا قوى الاحتكاك ولا قوى القصور الذاتي والاجابة هي قوى الاحتكاك السؤال اللي بعد كده بيقول إذا كانت سرعة سيارة 70 كم كل ساعة فإن سرعة راكب السيارة تكون نقط كم كل ساعة 0 ولا 70 ولا أكبر من 70 ولا أقل من 70 بدأ ما أنا راكب عربية هي ماشية بسرعة 70 يبقى أنا كمان سرعة 70 زي العربية السؤال اللي بعد كده بيقول تعتبر حركة بندول الساعة حركة اهتزازية ولا دائرية ولا انتقالية والإجابة طبعا حركة اهتزازية السؤال اللي بعد كده بيقول في التجربة المقابلة استبدل الأرقام من واحد لتلاتة بما يناسبها طبعا واحد ده هيبقى النشادر اثنين هيبقى صحب بيضاء من كولوريد الأمونيوم ثلاثة حمد الهايدروكولوريك المركز السؤال اللي بعد كده بيقول احسب مجموع قطل المواد المتفاعلة والنتجة من التفاعل في التفاعل تو ام جي زائد او تو بيدينا بالحرارة تو ام جي او علما بأن الكتلة الزرية الجرامية للاكسوجين بستاشر والماغنيسيوم باربعة عشرين ده عندك هنا اتنين ماغنيسيوم اتنين ماغنيسيوم يعملو كم? يعملو الواحد باربعة عشرين يبقى يعملو تمانية وأربعين آآ زائد الاكسوجين عندك كم اكسوجينة اتنين الواحدة بستاشر يبقى اتنين وتلاتين. يبقى الجنب ده كده هيعمل كام? هيعمل تمانين جرام. آآ نبص على الجنب التاني هنبص له ان هو هيعمل نفس الرقم. اتنين في الام جي بتمانية واربعين زائد اتنين في الاكسوجين باتنين وتلاتين. يبقى هنا يديني تمانين جرام زي الجنب اللي هنا برضو. يبقى كده الاجابة آآ بتاعتنا عملنا المواد المتفاعلة والمواد انها تجمل. نشوف السؤال اللي بعده بيقول اكمل المعادلات. اتنين سي او اللي هو اول اكسيد الكربون مع الاكسوجين حيدي اتنين او اللي هو ساني اكسيد الكربون اتنين ماغنيسيوم زياد او هو هدينا اتنين اوكسيد الماغنيسيوم م جي او اللي هو اوكسيد الماغنيسيوم. السؤال اللي بعد كده بيقول جسم كتلته خمسين كيلو جرام احسب وزنه على سطح الارض علما بأن عجلة الجاذبية بعشرة. هنقول له كده الوزن بيساوي الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية الارضية. يعني خمسين هنضربها في العشرة. هيديني خمسمائة نيوتن وهو المطلوب. يبقى كده المسألة اتحلت. السؤال اللي بعد كده بيقول وزن شريط الماغنيسيوم قبل اشتعاله. نقط وزن المسحوق الابيض المتكون بعد الاشتعال. طبعا الماغنيسيوم قبل الاشتعال ماغنيسيوم بس. لكن بعد الاشتعال هيبقى اكسيد ماغنيسيوم عن الاكسوجين هيزيد فهيبقى الكتلة بتاعته او الوزن هيبقى اكبر. ينتقل الماء من الطربة الى اوراق النبات بتأثير قوة الجاذبية ولا القوة الحيوية ولا قوة الاحتكاك طبعا القوة الحيوية. تعتبر حركة القمر حول الارض حركة اهتزازية ولا دائرية ولا انتقالية ولا موجية والاجابة حركة دائرية. تتغير عجلة الجاذبية الارضية من مكان لاخر على سطح الارض باختلاف اه كتل الاجسام ولا كتلة الارض ولا البعد عن مركز الارض ولا درجة حارة الارض البعد عن مركز الارض. اندفاع راكب الجواد اه للامام اذا توقف الجواد فجأة يرجع الى قوة القصور الذاتي ولا القوة الطريدة المركزية ولا قوة الجاذبية الارضية ولا قوة اندفاع الجواد طبعا قوة القصور الذاتي. السؤال بعد كده بيقول يعتبر اتحاد غاز كولوريد الهيدروجين مع غاز النشاد الاتحاد مباشر بينه. عنصر عنصر ولا عنصر ولا مركب ولا مركب مع مركب ولا عنصرين ومركب. والاجابة هي مركب مع مركب. السؤال اللي بعد كده بيقول تؤثر قوة القصور الذاتي على الاجسام. المتحركة ولا الساكنة ولا المتحركة والساكنة. الاجابة المتحركة والساكنة. ايهم من ما يال لي لا يعتبر موجات كهرماناتسية. العشعة تحت الحمراء ولا الضوء المنظور ولا الصوت والإجابة هي الصوت لأنه من الموجات الميكانيكية مكتشف الجاذبية هو بلانك ولا نيوتن ولا كلوم وكلنا عارفين أنه هو نيوتن تعتمد فكرة تشحيم الآلات على تقليل وزن الجسم ولا الجاذبية ولا القصور الذاتي ولا قوة الاحتكاك والإجابة هي قوة الاحتكاك القوة مؤثر يغير حالة الجسم دائما ولا لا يغير حالة الجسم مطلقا ولا يغير موضع واتجاه الجسم دائما ولا قد يغير حالة الجسم أو اتجاه حركته طبعا القوة مؤثر يغير أو يحاول أن يغير من حالة الجسم وبالتالي هنا قد يغير من حالة الجسم أو اتجاه حركته كل مما يأتي يمثل حركة دورية مع عدى حركة كلهم حركة دورية مع عدى حركة البندول تعالي الساعة ولا المروحة ولا القطار ولا أمواج الميا والإجابة هي القطار لأنها من الحركات الانتقالية وبكده نكون وصلنا إلى نهاية درسنا النهاردة أتمنى لكم النجاح والتفوق بإذن الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته